بسم الله الرحمن الرحيم الله والحمد لله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم كان الحديث في بيان الفرق بين مسألة دوران الأمر بين المتباينين حيث قلنا بوجوب الاحتياط وبين دوران الأمر بين الأقل والأكثر حيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط والاكتفاء بالأقل وإجراء البراءة عن الأكثر واعترض في هذا المجال أنه ما الفرق بينهما هناك كان عندنا حكم فعلي معلوم ثابت قطعا يدور أمره بين فردين فيجب الاحتياط للخروج عن أهدته هنا أيضا يوجد أمر فعلي ثابت قطعا يدور أمره بين فردين فيجب الاحتياط للخروج عن أهدته المرحوم المصنف قال لا هناك فرق بين ذلك الفرد وبين هذا الفرد هناك كان الجهل بالتفاصيل هذا الفرد فيه جهل وهذا الفرد فيه جهل مع وجود العلم الإجمالي الجهل بالتفاصيل لا يمنع عن العقاب مع أنه جهل ولكن لا يمنع عن العقاب هناك العقاب ليس قبيحا لماذا العقاب ليس قبيحا هناك؟ ذكروا لرفعي ودفعي وإبطالي مانعية الجهل ذكروا أمرين وهذان الأمران لا يردان غير متحققين في الأقل والأكثر الأمر الأول كان أنه لو أجرينا البراءة في الفرد الأول وأجرينا البراءة في الفرد الثاني في المتباينين فهذا يؤدي إلى جواز المخالفة القطعية وهذا اللازم باطل إذن البراءة لا تجري البراءة لا تجري نحكم بالاحتيار هذا الأمر الأول وهذا لا يجري هنا فيما نحن فيه وكذلك لو كان هذا الجهل في المتباينين هذا المقدار من الجهل لو كان عذراً مع إمكان الامتثال من خلال الاحتياط لكان الجهل عن تقصير عذراً مع إمكان الامتثال من خلال التعلم والتالي باطل فالمقدم باطل أيضاً وهذا كذلك غير جار فيما نحن فيه فهناك مطلب وهنا مطلب هناك مسألة وهنا مسألة هناك فرض يختلف عن هذا الفرض والقواعد التي كانت تطبق هناك لا تجري على مسألة دوران الأمر بين الأقل والأبسار أما الأمر الأول وهو أنه مع جريان البراءة في الطرف الأول وفي الطرف الثاني فسيؤدي هذا الإجراء إلى الترخيص في المخالفة القطعية هذا لا يجري هنا لأن أحد الطرفين واجب قطعاً وهو الأقل الأقل واجب على كل حال فلا تجري فيه البراءة فتجري البراءة في الطرف الثاني بلا معارض أقرأ هذا المقدار ونستمر في بيان عدم جريان المسألة الثانية الأمر الثاني اللي هو موضوع الجهل أما الأول اللي هو ما ذكر سنداً لمنع كون الجهل مانعاً في المتباينين اللي هو مسألة الجريان فلا يجري فيما نحن فيه العبارة فيها نوع من الصعوبة ولكن هذا هو المقصود أما الأول فلأن عدم جواز المخالفة القطعية أو فلعدم جواز المخالفة القطعية هنا ليس عندنا جواز مخالفة قطعية فيما نحن فيه لكونها مخالفة معلومة بالتفصيل هنا إذا ترك التسعة فقد خالف قطعاً التسعة لا تجري فيها البراءة فإن وجوب الأقل بمعنى استحقاق العقاب بتركه لأن وجوب إما وجوب نفسي لأن وجوبه إما وجوب نفسي إذا كان الواجب هو التسعة وإما وجوب غيري إذا كان وجوب ضمني إذا كان وجوب ضمني يعني ضمن العشرة فأيضاً يستحق العقاب عليه لا فرق بين استحقاق العقاب لا فرق في استحقاق العقاب بين أن يكون ترك التسعة من أجل كونها هي الواجب بما هي تسعة وبين كونها جزء من العشرة فالوجوب بهذا المعنى الوجوب بمعنى استحقاق العقاب على تركه الوجوب الأعم من الوجوب الضمني كجزء ومن الوجوب النفسي إذا كان الواجب هو التسعة بما هي تسعة ولذا فسر الوجوب وجوب الأقل الأعم من الضمني والنفسي فإن وجوب الأقل بمعنى استحقاق العقاب بتركه استحقاق العقاب على تركه هذا معلوم تفصيلا هذا مقطوع به هذا لا شك فيه حسنا لا ندري أنه استحقاق العقاب لأجل تركه لكونه هو الواجب بنفسه أو لكونه جزء من الواجب هذا ما يفرق شيء بالنتيجة هنا قطع بالوجوب قطع بالوجوب لا تجري البراءة فيه فتجري البراءة في الطرف الثاني وإن يعني حتى وإن هذه وصلية وإن لم يعلم أن العقاب في التسعة لأجل ترك نفسه إذا كان الواجب هو التسعة أو لترك ما هو سبب في تركه مقصد ما هو سبب في تركه بمعنى أنه إذا تركه ترك الواجب الواجب هو العشرة فأترك التسعة أترك العشرة ترك التسعة يؤدي إلى ترك العشرة ترك الواجب سبب في تركه إذا تركت التسعة فقد تركت الواجب وهو العشرة ما يفرق بالنتيجة عندي استحقاق عقاب بالنتيجة البراءة لا تجري في هذا الطرف فتجري في الطرف الثاني فإن هذا العلم يعني التفصيلي هل يجب أن نعرف أن هذه التسعة واجبة لأجل أنها واجب نفسي هذا ما يأثر هذا العلم ليس شرطا هذا العلم وجود هذا العلم وعدم وجوده لا يؤثر شيئا من جهة البراءة البراءة لا تجري ما دام عندي علم بالوجوب يعني استحقاق العقاب على الترك بعد ما يأثر هذا الاستحقاق لأجل كونه جزئا فهو سبب لترك الواجب الكل اللي هو العشرة أو لنفسه هذا ما يفرق شيء فالبراءة لا تجري على كل حال وليس عندنا هكذا شرط أنه يجب أن يكون العلم بهذا التفصيل حتى لا تجري البراءة لا البراءة لا تجري حتى مع عدم العلم بهذه الجزئيات بهذا التفصيل فإن هذا العلم بهذه التفاصيل أنه جزء أو بنفسه غير معتبر في إلزام العقل بوجوب الإثيان بالنتيجة العقل يقول لأطع التسعة والبراءة لا تجري إذا أطع التسعة لنفسها أو بما هي ضمن العشرة لا يفرق شيء إذ مناط لماذا هذا العلم غير معتبر؟ لأنه مناط تحريك العقل إلى فعل الواجبات وترك المحرمات ما هو المناط دفع العقاب وهنا إذا تركته أستحق العقاب نستجير بالله فالمناط العقلي موجود وهو دفع العقاب ولا يفرق في تحريكه في محركيته متى يكون العقل محركا إلا أن نعلم تفصيلا بأنه هذا واجب نفسي لا ليس كذلك ولا يفرق في تحريكه بين علمه يعني العقل علمه بأن العقاب لأجل هذا الشيء بما هو هو أو لما هو مستند إليه هو هذا وجوبه هذه التسعة وجوبها مستند إلى وجوب العشرة التسعة واجبة لأنها ضمن العشرة ما يفرق شيء مادام العقل يعلم أنه عندنا عقاب هنا فيدفع باتجاه الإطاقة ولا يفرق أنه في هذه المحركية والدفع لا يفرق أنه بسبب العلم بأنه بنفسه أو بسبب كونه جزء وأن تركه يؤدي إلى ترك الكل وأنه واجب بسبب وجوب الكل وأن وجوبه مستند إلى وجوب الكل ما يفرق شيء إلى هنا انتفى الأمر الأول الذي كان يذكر في دوران الأمر بين المتباينين وهو مسألة أن البراءة لا تجري لماذا لا تجري؟ لأنها قابلة للجريان في الأول وفي الثاني فإذا جرت صار ترخيصاً في المخالفة القطعية يجوز ترك الأول ويجوز ترك الثاني هذا غير جارل فيما نحن فيه لأن البراءة لا تجري في طرف فتجري في الطرف الثاني بلا معارض طيب هناك كان يقال أنه الجهل ليس معذراً هناك كان يقال أن الجهل ليس معذراً لماذا؟ لأن الامتثال ممكن ومع إمكان الامتثال يجب كما أنه في الجاهل المقصر الامتثال ممكن من جهة التعلم وبالتالي يجب عليه هذا غير جارل فيما نحن فيه لماذا غير جارل فيما نحن فيه؟ المرحو المصنف يذكر فكرة ثم يوضح الفكرة بشكل أفضل عموماً في هذه المسألة في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر عندنا تردد بين أمرين ثم علمنا أن أحد الأمرين واجباً وهنا العلم الإجمالي سينحال وتجري البراءة في الطرف الآخر هذا فرق المسألة دوران أمر بين الأقل والأكثر وبين المتباينين جوهر الفرق هو هذا أنه أعلم أنه إما التسعة واجبة وإما العشرة واجبة وعلمت أن التسعة واجبة على كل حال فسينحل العلم الإجمالي مثلاً أعلم أن أحد الإناءين هذا مثال المصنف أعلم أن أحد الإناءين نجس ثم علمت أن أحد الإناءين خمر انحل العلم الإجمالي تجري البراءة في الطرف الآخر هذا الفرق غير موجود في مسألة المتباينين لأنه هناك كلما أمكن الانتثال وعدم انحلال العلم الإجمالي فيجب الانتثال هناك لم ينحل العلم الإجمالي هنا انحل العلم الإجمالي وأما عدم معذورية الجاهل المقصر فهي للوجه الذي لا يعذر من أجله الجاهل عموماً الجاهل بنفس التكليف المستقل عموماً جاهل ما يدري لا يدري أن الصلاة تواجبة أصلاً ما عند علم إجمالي ليس عنده تردد يجهل وجوب الصلاة ولا يتعلم مع قدرته على التعلم يستحق العقاب أو لا نعم فذلك الفرض فيه قدرة على الانتثال حال كون الحكم فعلياً في حقه وحال عدم قبح عقابه بسبب الفعلية أما فيما نحن فيه نحل العلم الإجمالي بعد أن علمنا بوجوب أحد الطرفين فتجري البراءة في الطرف الآخر بعد أن يصر عندنا براءة ما يصر عندنا استعقاق إقاط وهو ما هو المنشأ؟ وهو العلم الإجمالي في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بالشريعة وَأَنَّهُ لَوْ لَوْ لَهُ لَلَزِمَ إِخْلَالُ الشَّرِعَةِ هذا يشير إلى مسألة يذكر بمسألة سابقة الذي عنده جهل عن تقصير جاهل مقصر لماذا يستحق العقاب؟ لأنه لم يتعلم طيب إذا كان غافلا أصلا مع الغفلة التامة لا يستحق العقاب غافل أصلا ما ملتفت ما ملتفت أصلا يستحق العقاب؟ ما يستحق العقاب متى يستحق العقاب؟ حيث يعلم بقطع النظر عن مسألة دوران الأمر بين المتباينين أصل الجاهل المقصر رجع إلى الوراء خطوة أصل الجاهل المقصر ليس دوران الأمر بين المتباين أصل الجاهل المقصر يقولون لماذا يستحق العقاب؟ هل حينما يكون غافلا مع غفلته التامة؟ طبعا مع الغفلة التامة ما عندنا محركية ما يعقل المحركية مع الغفلة التامة إذن متى يستحق العقاب الجاهل المقصر الذي ترك التعلم متى يستحق العقاب؟ يستحق العقاب حينما يلتفت إلى أن الإسلام فيه أحكام فيه واجبات وفيه محرمات يعني صار عند علم إجمال بعد أن التفت إلى أن الإسلام ليس عقيدة فقط ليس مبنيا على الإيمان فقط وإنما إيمان وعمل صالح فالإيمان يدعو إلى العمل وهناك تعاليم هناك واجبات وهناك محرمات بعد أن التفت صار عند علم إجمالي صار عند علم إجمالي هنا هذا العلم الإجمالي ما منحل بتعاليم مساوية للعلم الإجمالي يعني مثلاً أدرك أن في الإسلام ألف شيء محرم ومئة شيء واجب إذا تعلم وحصل هذا المقدار إن حل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بهذه المحرمات والواجبات وشك بدوي في الباقي فيجري البراءة أما إذا من حل العلم الإجمالي عنده هو يعلم بوجود محرمات كثيرة وواجبات كثيرة ولكنه لا يعرف منها إلا اثنين فما الحل عند الإجمالي هنا العلم الإجمالي منجز وعنده قدرة على التعلم فيستحق العقاب لأنه خرج عن حالة الغفلة إلى حالة الالتفات والآن يعلم بوجود أحكام وهو قادر على معرفتها كمقدمة لطاعتها ولم يفعل استحق العقاب ولا يكون هذا الجهل عن تقصير قذرة هذا في الجاهل المقصر عموما في الجاهل المقصر العموما منشأ استحقاق العقاب في الجاهل المقصر هو أنه يرجع إلى علم إجمالي بوجود أحكام في الشريعة هذه الفكرة طبقت على في الجاهل المقصر طبقت على الشاك المتردد بين المتباينين من جهة أن ذلك العلم الإجمالي غير منحل في الجاهل المقصر خطع النظر يعني عن الشك في المتباينين وإنما طبقت يقول لو جاز أنه في المتباينين الذي لا يدري هل يجب عليه القصر أو التمام لو جاز له عدم الاحتياط ترك الاحتياط لجاز للجاهل المقصر ترك الاحتياط ولكنه لا يجوز له إذن هذا أيضا لا يجوز له لأنه كلاهما يمكنه الامتتال في الجاهل المقصر ما هو منشأ استحقاق العقاب وعدم المعذورية أن وراء هذا الجاهل الآن تقصير علم إجمالي منجز لم ينحل غير منحل فيما نحن فيه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر العلم الإجمالي منحل إلى علم تفصيلي بوجوب التسعة وشك بالعاشر ومع انحلال العلم الإجمالي لا يبقى هناك إلزام بالفرد المشكوك بخلاف مسألة الجاهل المقصر حيث أن العلم الإجمالي غير منحل ولذا قال وأما عدم معذورية الجاهل المقصر فهو للوجه الذي لا يعذر من أجله الجاهل المقصر عموما بقطع النظر عن مسألة دوران الأمر بين المتباينين بنفس التكليف المستقل يجهل التكاليف بما هي التكاليف ما هو السبب ما هو الوجه وهو العلم الإجمالي عند هذا الجاهل المقصر بوجود واجبات ومحرمات كثيرة في الشريعات وهذا العلم الإجمالي ومنجز وغير منحل لو كان عنده علم إجمالي بوجود عشرة محرمات وعشرة واجبات وتعلم عشرة واجبات وعشرة محرمات انحل العلم الإجمالي وستبدله أو تبدله إلى علم تفصيلي بهذه الواجبات ومحرمات وشك بدوي أما أنه غير منحل عنده فيجب عليه التعلم في مسألتنا منحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب التسعة وشك بدوي في وجوب الجزء العاشر وأنه لو لاه للزم إخلال الشريعة بالنتيجة هذه الشريعة مبنية على التعلم هذه الشريعة مبنية عنه المكلفون يلزمهم أن يتعلموا أحكامهم ولولا هذا الوجوب ولولا منجزية العلم الإجمالي لولا منجزية العلم لأختلت الشريعة كل واحد من يتعلم كل واحد من يتعلم الشريعة ويقول أنا كنت ما أدري وأنا جاهل وأنا معذور فإذن معذورية الجاهل وعدم منجزية العلم الإجمالي في الجاهل المقصر مع أنه يعلم بوجود أحكام في شريعة قبول عذره يؤدي إلى عدم امتثال الناس الناس بعد ما تمتثل تختل أمر الشريعة فألزمهم الله سبحانه وتعالى قال هذا لازم عليكم واجب عليكم غير معذورين ما دم أنتم تتمكنون من التعلق حتى في القوانين الوضعية لا يستطيع المواطن أن يقول والله أنا ما قرأت القانون ويجعل ذلك عذرا له يقول ألا تعلم بوجود قوانين في البلد يقول نعم أعلم بوجود قوانين في البلد ولكن ما تعلمتها قل هذا مشكلتك هذه مسؤوليتك لو كل واحد يقول أنا ما أعلم القوانين وما يتعلمها ويكون معذور أمام القانون اختل القانون ولولا المؤاخذة وعدم المعذورية لو لا حجية هذا العلم الإجمالي لو لا استحقاق العقاب لا لازم إخلال الشريعة لا يبقى شريعة الكل يقول أنا ما أتعلم أما في المقام فليس كذلك لا العلم الإجمالي الموجود في المقام ذاك علم إجمالي في الجاهل المقصر في المثال العلم الإجمالي غير منحل والعلم الإجمالي هنا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر منحل لا العلم الإجمالي الموجود في المقام إذ الموجود في المقام علم تفصيليون بوجوب التسعة وهو وجوب الأقل ما معنى الوجوب؟ يقول ما أدري لعله وجوب نفسي إذا كان الواجب هو التسعة أو وجوب ضمني بمعنى أنه جزء إذا كان الواجب هو العشرة المهم وجوب بمعنى استحقاق عقاب بمعنى ترتب العقاب على تركه وشك في أصل وجوب الزائد الزائد مشكور ولو مقدمة لا قد يقال أن الإتيان بالفرد العاشر يؤدي إلى العلم بإتيان الواجب هذا أيضا واجب ولكنه ما عندي علم بوجوب هكذا مقدمين ما عندي وجوب أشك ومع الشك لا يجب العمل نجري البراءة لأنه العلم الإجمالي أنحل إلى واجب في هذه الجهة اللي هو التسعة وشك في وجوب الجزء العاشر الشك أنه هل هو واجب من نفسه هل هو واجب من باب المقدمة لتحصيل العلم لا أدري أجهل أشك في هكذا وجوب نعم أشك ما استطيع أن فيه ولكن أشك في وجوده فأجري البراءة أجري البراءة لأنه نحل العلم الإجمالي وبالجملة فالعلم الإجمالي فيما نحن فيه غير مؤثر في وجوب الاحتياط لأنه قد زال لكون أحد طرفيه معلومة لإلزام تفصيلاً هذا طرف التسعة قطعاً إلزام فيه غاية الأمر أجهل نوع الإلزام هل لأنه جزء من الواجب أو هو عين الواجب والآخر مشكوك الإلزام رأساً لا أدري واجب أو لا أضرب مثال أنا لا أدري هل يجب علي كفارة لعشرة مساكين أو لعشرين مساكين أعلم بأن العشرة واجبة الباقي مشكوك لا أعلم هل أنا مدين لزيد بعشرة دنانير فقط أو عشرة دنانير وكتابين والعشرة دنانير معلومة طيب إما عشرة دنانير فقط أو عشرة دنانير وكتابين عندي أعلم إجمالي بوجود دين في رقبتي في ذمتي ولكنه انحل إلى علم تفصيلي بالعشرة عشرة دنانير وشك بدوين بالكتابين فتجري براء ودوران الإلزام في الأقل أنا قد يقال أن الأقل واجبون بمعنى استحقاق العقاب ولكننا لا ندري هل هو واجب نفسي أو في ضمن العشرة ما يأثر ودوران الإلزام في الأقل بين كونه مقدميا يعني جزء من الامتثال لأنه التسعة جزء من العشرة أو نفسيا ودوران الإلزام في الأقل بين كونه مقدميا لا ندري أن التسعة واجبة ويستحق تاركها العقاب هذا قطعا ولكن لا ندري هل هي من جهة أنها جزء من العشرة أو هي عين الواجب بين كونه مقدميا هي أجزاء من الواجب وامتثالها طريق لامتثال الواجب اللي هو العشرة أو نفسيا اللي هي عين الواجب هذا لا يقدح في كونه معلوم الواجوب تفصيلا بحيث يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي هذا المهم أن هذا العلم التفصيلي بالوجوب يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي وإن بقي فيه شائبة جهل لا أدري في التفاصيل نوع هذا الوجوب ولكن بالنتيجة العلم الإجمالي انحل صار علم تفصيلي بالوجوب بمعنى استحقاق العقاب لماذا ذكرنا لماذا لا يؤثر لأنه المحركية باتجاه التسعة محركية تامة من أن العقل يحكم بوجوب القيام بما علم علم إجمالا أو تفصيلا إلزام المولى به على أي وجه كان أعلم أن المولى يريده سيريده لأنه جزء من الواجب لو يريده لأنه عين الواجب بالنتيجة المحركية تامة الوجوب تامة عندي وجوب يعني وجوب عقلي بالإلزام يعني عندي هنا انحلال للعلم الإجمالي صار عندي علم تفصيلي بهذا المقدار علم تفصيلي بوجوب التسعة وشك بدوي بالجزء العاشر ويحكم بقبح المؤاخذة على ما شك في إلزامه بالنتيجة هذا معلوم هذا مشكوك والمعلوم إلزامه تفصيلا هو التسعة هو الأقل والمشكوك إلزامه أصلا رأسا هو الزائد جزء العاشر والمعلوم إلزامه إجمالا هو الواجب النفسي المردد بين الأقل والأقل صحيح أنا أعلم أنه عندي واجب يجب علي امتثاله وهو واجب نفسي ولا أدري هل هو التسعة أو العشرة هذا صحيح ولكن ولا عبرة به هذا الوجوب لا يؤثر شيئا لماذا؟ لأن العلم الإجمالي قد انحال ولا عبرة به بعد انحلاله إلى معلوم تفصيليين بالتسعة بالإلزام بالتسعة ومشكوك هو الفرد العاشر كما في كل معلوم إجمالي كان كذلك كل معلوم إجمالي ينحل إلى إلزام وشك هذا ينحل العلم الإجمالي فالإلزام يعمل به وهذا الفرد المشكوك تجرى فيه البراء كما لو علم إجمالا أو علم المكلف إجمالا بكون واحد من الإناءين أحد من الإناءين ما تصير إما أحد الإناءين أو واحد من الإناءين بكون أحد الإناءين الذين أحدهما المعين نجسون خمرا أعلم أن أحدهما نجس ثم علم أن أحدهما المعين هذا خمر في البداية علم بكون واحد منهما نجس علم بنجاسة واحد من الإناءين إجمالا إما الإناء الأول أو الإناء الثاني أحد الإناءين نجسون ثم بعد هذا العلم الإجمالي علم بأن هذا الإناء خمر علم بأن هذا الإناء خمر لحل العلم إجمالي كما لو علم إجمالا بكون واحد من هذين الإناءين الموصوفين بأن أحدهما في الواقع نجس علم بكونه خمرا في البداية كان يعلم إجمالا بأن أحد الإناءين المعين في الواقع نجس الآن علم تفصيلا بخمرية أحدهما فإنه يحكم بحلية الثاني منهما الطاهر منهما طاهرهم ما يعلم بطهارته مهم أنه يجري البراءة الثاني هذا خمر إذن أبني على البراءة على الطاهرة في الثاني والعلم الإجمالي بالخمر لا يؤثر في وجوب الاجتنابي كما لو علم إجمالا بكون أحد من الإناءين الذين أحدهما المعين نجس أزين جو تكرار أزين باروغراف أزين كلمة كما لو علم إجمالا بكون أحد من الإناءين أزين جو شرو ثم قال رحمه الله كما لو علم إجمالا بكون أحد من الإناءين الذين أحدهما المعين نجس خمرا عنده إناء عنده إناء واحد من الإناءين معلوم نجاس تفصيلا هذا الإناء أليف نجس هذا الإناء أليف نجس الإناء الثاني لا يعلم بواقعه لا يعلم بواقع الحال مجهول ميد فقط يعلم أن هذا الإناء أليف نجس طيب ثم بعد علمه بنجاسة إناء من الإناءين المعين نجاسة هذا الإناء قيل له أحد الإناءين خمر أحد الإناءين خمر علم إجمالي هنا باعتبار علمه السابق التفصيلي بنجاسة الإناء الأول فالبراءة عن الخمرية سبب العلم الإجمالي والخمرية البراءة تجري فيه البراءة لا تجري فيه لأنه معلوم النجاسة فلا تجري فيه البراءة فتجري البراءة في الطرف الثاني في الإناء الثاني بلا معارض لاحظتو عنده إناءان يعلم تفصيلا بنجاسة هذا الإناء نجس ما يعلم أنه نجس بسبب سقود دم فيه أو بسبب الخمرية المهم هو نجس يعلم بالنجاسة أنه بحث يعني وقع فيه دم بحث صار عين نجاسة أو لا بسبب الخمرية ما يدري يعلم بالنجاسة طيب الطرف الثاني لا يدري هل هو طاهر أو نجس هنا طبيعي هنا تجري أصالة الطهارة ولكن قيل له أحد الإناءين خمر لو لا العلم السابق بالنجاسة طبعا يصبح هذا علم إجمالي فلا يصير بهما معا لو قيل له أحد الإناءين خمر يجري العلم الإجمالي منجز العلم الإجمالي لا تجري البراءة لا هنا ولا هنا تتساقط البراءتان ويحكم بالاحتياج ولكن لأن هذا الطرف معلوم النجاسة لا تجري فيه أصالة الاحتياج أصالة البراءة عفوا لا تجري فيه البراءة لأنه معلوم النجاسة فما تجري فيه البراءة فتجري البراءة في الطرف الثاني بلا معارض لأن عدم جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي هو بسبب جريانها فيها وتعارضها يعني قابلية الجريان فيها وتعارضها فإذا ما كانت أصالة البراءة تجري في طرفه لأنه معلوم النجاسة فتجري في هذا الطرف بلا أي إشكالين كما لو علم إجمالا بكون واحد من الإناءين إما أحد الإناءين أو واحد من الإناءين الذين أحدهما المعين نجس نحن نعلم بالنجاسة تفصيلا نعلم تفصيلا بأن هذا الإناء أليف نجس علم إجمالا بكون أحدهما خمرين فلا تجري البراءة فيه قطعا لأنه معلوم النجاسة فتجري في الطرف الثاني فإنه يحكم بحلية الثاني الطاهر منهما ولا يبنى على أنه خمر والعلم الإجمالي بالخمرية نحن نقول أحدهما خمر قطعا أحدهما وليس هذا المعين هذا المعين نجس ولكن أحدهما خمر هذا العلم الإجمالي لا يؤثر في وجوب الاجتنابي عن هذا الطرف الثاني لماذا؟ لأن العلم الإجمالية إنحل إلى علم تفصيلي في أحد الطرفين علم تفصيلي ليس بالخمرية علم تفصيلي بعدم جواز الشرب بالنجاسة فلا تجري فيه البراءة فتجري البراءة في الطرف الثاني بلا معارض ثم قال ومما ذكرنا يظهر هذا إن شاء الله مع بقاء العمر والتوفيق يأتي في الحصة اللاحقة والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد